السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقاتكم أبنائي ومناتي بكل خير كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم منان صالح الغريب معلمة للمرحلة التأهيلية لطلابي وطالباتي الرائعين والرائعات أبنائي ومناتي في الصف الثاني تأهيلي إذن أهلا بكم معنا في مادة مهارات رقمية للفصل الدراسي الأول عنوان درسنا إنشاء العنوان الوطني في البداية نذكر أنا وأنتم قوانين التعلم عبر قنوات عين التعليمية وماذا يجب علينا؟ قبل مشاهدة درسنا أو استعدادا لمشاهدة درسنا عبر قنوات عين التعليمية علي أبنائي ومناتي أن أختار مكان مناسب للتعلم بعيدا عن الضجيج، بعيدا عن التجمعات حتى أكون بكامل تركيزي، حتى أستطيع الاستماع إلى المادة العلمية ومشاهدتها بكامل التركيز كذلك تكون لدي معرفة مسبقة بجدولي وأوقات التعلم المباشر سواء على منصة مدرستي أو معنا عبر قنوات عين التعليمية بعد ذلك أبنائي وبناتي علينا ماذا؟ أحسنتم علينا تجهيز كتابنا المدرسي، قلمي، ألواني، جميع ما يلزمني أحتاج كذلك إلى ورقة وقلم لتدوير ملاحظاتي أستمع إلى درسي بتركيز أبنائي وبناتي حتى أستفيد استفادة كاملة بعد ذلك أتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصصي لا أخيراً أبنائي وبناتي نوجه رسالة إلى أولياء أموركم نطلب منهم متابعتكم، تنمية مهاراتكم، تقديم التوجيه والإرشاد لكم كذلك أبنائي وبناتي عنوان درسنا هو إنشاء العنوان الوطني الهدف العام هو أن يتعرف الطالب والطالبة على إنشاء العنوان الوطني أهداف التدريسية أبنائي وبناتي أولاً أن يذكر الطالب والطالبة ماذا يعني العنوان الوطني ثانياً أن يحدد الطالب والطالبة ما هي الجهة المسؤولة عن العنوان الوطني ثالثاً أن يذكر الطالب والطالبة ما هو العنوان الوطني أخيرا أن يذكر الطالب وطالبة طريقة استخراج العنوان الوطني إذن أبنائي وبناتي العنوان الوطني هو طريقة للوصول إليك بطريقة سهلة وسريعة دون الحاجة إلى التواصل معك هاتفيا أكثر من مرة دون التأكد من لون الباب دون التأكد مثلا من غير ما تخلي أحد يوقف عند باب يستنى المندوب بالتوصيل يصل لأنه خلص لديه عنوان دقيق ألا وهو عنوانك الوطني أبنائي وبناتي إذن العنوان الوطني أصبح أساسي حدد المكان الذي أنت تعيش فيه لذلك كذلك نلاحظ أثناء تسجيلكم في المدارس أصبح مطلب أنه تسجيل يطلب منك العنوان الوطني حتى يتم إلحاقك بأقرب مدرسة لديك في الحي إذن أبنائي وبناتي العنوان الوطني أصبح مثل الوثيقة الرسمية التي تحدد مكانك الذي أنت تعيش فيه وبالتالي خدمتك حسب المرافق الأقرب إليك هكذا العنوان الوطني سهل علينا أمورا كثيرة ليس فقط في توصيل مثلا الطلبات ليس فقط في توصيل الوثائق الحكومية كذلك إنما تسجيل في المدارس الأقرب إلينا في الحي والأقرب لديك في المنزل أصبح يمكننا مثلا طلب أدواتنا أشياء من خلال شبكة الانترنت وتصل إلينا من خلال المندوب دون الحاجة أنه أنا أرسله موقعي وإنما ما أحتاجني أرسله خريطة وأحدد موقعي فيها ولا أحتاج أني أعطيه كروكي يوضح لديه مكان المنزل وإنما فقط نحتاج إلى ماذا؟ إلى عنوان وطني أعطيه إياه أرفقه أثناء تسجيه لي هذا العنوان الوطني سيمكن سيمكن شركة التوصيل أو مندوب التوصيل من وصول إليك بشكل سهل وسريع أحد أن أبنائي وبناتي العنوان الوطني هو وصف إلكتروني لاحظوا ما هو بورقي ليس على مثلا من خلال اتصال هاتفي وإنه وصف إلكتروني ووصف إلكتروني دقيق للمكان الذي أنت تعيش فيه يمكن الأشخاص أو الجهات الحكومية أو الجهات من ماذا؟ الأشخاص أو الجهات من الوصول إليك بشكل سريع وسهل إذن راح يتمكنوا من الوصول بشكل سهل وسريع غالبا أحيانا المندوب يقول والله أنت ما رديتي الشخصي يتصعي يقول أنت ما رديتي خلاص أنا ما قدرت أوصل لك الطلب أو أوصل لك الأثائق اللي معي وذلك لعدم تمكنك من الرد فبالتالي لم أستطع الوصول للمنزل أو لم أستطع التأكد من عنوان المنزل أحيانا مثلا يكون إغلاق الهاتف عدم وجود مثلا الخط يعمل فبالتالي من دوب التوصيل أو الشخص القائم على التوصيل لم يعد يمكنه الوصول إليك وذلك لغياب التواصل في حال وجود عنوان وطني هو الآن أصبح متأكدا من وجودك في هذا المكان يعلم يقينا أنه شخص هذا قام بتسجيل العنوان الوطني أنه هذا الشخص قام بتسجيل العنوان الوطني لك لديك في الموقع الإلكتروني يعني معناه أنه استطاع الوصول إليك بشكل سهل وسريع أبنائي وبناتي لماذا؟ لأن العنوان الوطني يحدد وصف دقيق بالضبط المكان اللي أنت تعيش فيه على مستوى ما بس على مستوى المدينة وإنما على مستوى أيضا أبنائي وبناتي على مستوى المنطقة كذلك وعلى مستوى المملكة العربية السعودية سيحدد لك عنوان وطني يعطيك إياه هذا العنوان جديد الدقة حتى يمكنهم من الوصول إليك بشكل سهل العنوان الوطني له مميزات من تعريفنا له أنه قلنا أنه هذا العنوان رح يسهل عليك ورح يعطي وصف دقيق العنوان يمكنهم من الوصول إليك بشكل سهل وسريع لذلك نلاحظ أن العنوان الوطني تميز بماذا؟ هذا العنوان الوطني أبنائي وبناتي العنوان الوطني هنا تميز بماذا؟ بأنه سهل يمكنك بسهولة حفظه بسهولة يمكنك تسجيله بسهولة يمكنك مثلا إعطاءه للآخرين أو تسجيله أثناء تسجيل لأنه سهل هذا العنوان الوطني ما عاد يحتاج أن يقول سيدة مع الشارع الفلاني بعدين مع التقاطع الفلاني دخل اللفة الأولى لا الثانية الثالثة لا بعد اللفة الثالثة رح يسار خلاص أنا ما أحتاج لهذا كله لأن العنوان الإلكتروني رح يكون سهل أمامك مجرد الرقم واسم الشارع رح يعطيك اسم الحي بالطريقة هذه هو يتميز بأنه سهل حتى يمكنك أيضا ما نسهل تعطيه الآخرين من أجل الأشخاص أو الجهات الحكومية للوصول إليك أيضا يمكنك استخدامه مثلا لوصول البريد لديك والطلبات كذلك يتميز بأنه بسيط جدا يعني ما هو بمعقد وحتاج خريطة وحتاج إلكتروني وحتاج أرسم معالم لا مرة سهل مرة بسيط لأنه عبارة عن وسط إلكتروني رح يكون مع الشخص أو مع الجهة الأخرى لما تسلمهم إياه من ماذا يتكنون العنوان الوطني أبنائي وبناتي من اسم الشارع؟ ورقم البناء يعني أول نقطة يعني هو اسم الشارع ورقم المبنى مثلا لنفرض مثلا الشارع مثلا صلاح الدين الأيوبي رقم المبنى 3000 مثلا أو الرقم المبنى الخامس بالطريقة هذه الحي والرقم الفرعي يعني مثلا الحي اللي أنت فيه مثلا نفرض أنه حي الملز الرقم الفرعي له هذا الحي ما هو؟ يعني طريقة سهلة خلاص رح تظهر لهذا الوصف الإلكتروني رح يظهر له أنه أولا تتجه إلى هذا المكان إلى هذا الشارع بعد ذلك إلى هذا الحي في هذا الشارع ثم بعد ذلك الرقم الفرعي يعني الحي فيه لكل حي رقم رح نتجه لهذا الرقم بعد ذلك الرمز البريدي الخاص بك التي تستلم عليه مثلا بريدك والذي تم إنشاؤه من البريد السعودي تم وضع لكل منزل بريد خاص به أو صندوق بريد خاص به كذلك مدينة أخيرا اللي هو المدينة اللي راح تحوي هذا العنوان كامل مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة دمام، مدينة أبهى أو مدينة عسير، مدينة القصيم جميعها أبنائي ومناتي تحمل عنوان وطني ما دم تعيش في ظلم المملكة العربية السعودية فلكل مواطنين ماذا عنوان وطني؟ هذا العنوان الوطني هو وصف دقيق للمكان الذي يعيش به إذن هو العنوان الوطني هو عنوان مختصر أبنائي وبناتي أختصر لي طريقة ولف ودوران ووسيلة طويلة من اللي أنشأ هذا العنوان الوطني أبنائي وبناتي؟ نستطيع القول أنه قام على إنشائه أو المسؤول عنه هم البريد السعودي لو سألتكم من أين نحصل على العنوان الوطني؟ هل نحصل عليه من البريد السعودي أم من الهلال الأحمر؟ أحسنتم من البريد السعودي لأن البريد السعودي هو الذي قام بإنشاء العنوان الوطني أبنائي وبناتي وصلت إلى نهاية الدرس إذن لاحظنا أن العنوان الوطني مطلب من مطالب مستقبلنا أبنائي وبناتي وأصبح ضرورة ملحة لوصول وثائقنا الحكومية أو التسجيل لدينا في المدارس الأقرب والاستفادة من المدارس الأقرب إلينا في الحي قاكم على خير وأستودعكم الله معلمتكم منال صالح الغريب